كنت ولازلت أستشعر حاجة المواطن الكويتي وإمنياته وتطلعاته في حلحلة أهم القضايا كالتوظيف والإسكان وتحسين مستوى المعيشي والاقتصاد والتعليم والخدمات الصحية وإصلاحات الطرق والتنمية وغيرهم القضايا وأدرك تماما كما يدرك ابناء الشعب الكويتي بأن الإصلاح والبناء والتنمية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة صادقة وتعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاستدامة في أنظمة ومؤسسات الدولة وليصبح لدينا وطن مستدام وهو رؤية وعنوان المرحلة القادمة لذلك أعلن ترشيحي لانتخابات مجلس 2024 عن الدائرة الثانية مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومتمسكا بالنهج الشرعي وملتزما بالثوابت الدستورية في الرقابة والتشريع ومستمدا دعمي من أبناء الشعب الكويتي عامة وأبناء الدائرة الثانية خاصة حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته